لو تأملنا تأملا دقيقا لوجدنا أن التفل يتكلم بلغة أمه بطلاقة هل تعلمون السبب؟ السبب لأن أمه دائما تمارسه على ذلك فحينما أرضعته وتدعمه وتغسله أمه لم تسكت ولم تزل تكلمه رغم أن هذا التفل لم يتكلم ألم يكون التفل يسمع؟ فكانت هذه أول مرحلة لهذا التفل وهي مرحلة الاستماع ثم ينتكل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة التطبيق وهي مرحلة التطبيق فيحاول التفل يتكلم شيئا شيئا حرفا حرفا إلى أن تكون كلمة كلمة فالعربية هي كذلك أيها الإخوة لو تريدون أن تكون هي الملكة عندكم لازمتم أن تضعوها كالآلة التواصل بينكم فهي حقا للتواصل بين الأفراد والمجتمع فتبكوا العربية فتبكوا العربية لأن التطبيق هو سبيل نجاحك في التعلم ولا تنسوا أن اللغة العربية من أعلى وأشرف اللغات في العالم يتكلم بها ربنا ويحدث بها نبينا ويبين ويوضح بها العلماء ديننا وشريعتنا قال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق فيبين الله سبحانه وتعالى لنا أهمية القراءة ثم قال الذي علم بالقلم فهي إشارة إلى مرحلة الكتابة وهي عبارة عن تقييد العلم بالكتابة فهذه الأربعة هي الأسس وهي الاستماع والكلام والكراءة والكتابة فالحذر والحضر من تضييع هذه الأربعة فالحذر والحضر من تضييع اللغة العربية